اشتركوا في القناة بالوقت نفسه الأنظار متجهة اليوم صوب خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله اللي رح يعلن من خلاله مبدئيا عن موقف الحزب من استهداف صالح العروري بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو وإضافة لجولة على آخر العنوين اللي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية رح نكون باتصال هاتفة مع الصحافة هيثم من خان يونس ليعطينا تفاصيل أكتر عن الوضع بالقطع بالإضافة لفقراتنا المعتادة وبداية حلقتنا بتكون بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا النهار من العام 1996 تم اغتيال القيادة بحركة حماس يحيا عياش وذلك بكمبولة زرعت بهاتفه من قبل المخابرات الإسرائيلية وبداية جولتنا بتكون مع صحيفة النهار وأبرز عنوين النهار لليوم الجمعة كتبت النهار أمريكا وفرنسا تسابقان زحف الخطر إلى لبنان من عنوين النهار هوكستين في إسرائيل وترقب الجزء الثاني من موقف نصر الله اليوم غارات إسرائيلية تدميرية على النقورة والكويت بعد ألمانيا تحذر رعاياها في لبنان أيضا من عنوين النهار منشوف أهيل ضحايا تفجير المرفأ قضيتنا تأنفي ظلمات قصر العدل من العنوين الدولية والإقليمية بلينكين إلى الشرق الأوسط لمناقشة منع تساع رقعة النزاع الجيش الأمريكي أعلن عن انفجار قارب حسيم والسير في البحر الأحمر ومن عنوين الصفحة الأولى داعش تتبنى تفجيري كرامان في إيران ومجلس الأمن ندد بالهجوم الإرهابي إلى الصفحات الداخلية في النهار نطلع على أبرز ما جاء في أسرار صحيفة النهار تفاعلت الجهات القضائية مع السر الذي نشرته النهار قبل أيام عن قاد في موقع بارز في الجنوب يبتز رجل أعمال لبناني مطالبا بأربعمائة ألف دولار لإكفال ملفه فتحرك التفتيش القضائي للتحقيق في الأمر علما أن شكوى بلغت مرجعا نيابيا في السر الثاني أوقف منذ عام التحقيقات ولم يتخذ أي إجراءات في ملف تزوير وفساد في جامعة تابعة لحركة سياسية يحسب عليها وهو يطمح لرئاسة الجامعة لاحقا أيضا من أسرار صحيفة النهار لحظة المتابعون لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الأربعاء مستوى عاليا من التوتر وإصدار الأحكام وتوزيع التهم في إطار نفيه رضوخ الحزب لإرادة إيران فيما يقررهم أيضا في السر الأخير ردد مرجع سياسي أمام مقربين منه أن من يفاوض في المنطقة وخصوصا على الساحة اللبنانية هما عاصمة كبرى وأخرى إقليمية ولبنان سيدفع فواتير للوصول إلى التهديئة كما كانت الحال في مراحل سابقة من صحيفة النهار من تابع جولتنا ومنطلع على أبرز عنوين صحيفة اللواء أموس هوكستين يبدأ من تل أبيب مهمة صعبة لاحتواء التصعيد موقف لبناني موحد وقف الحرب أولا والطوارئ تطلب تسهيلات جنوبا أيضا أجندات أمريكية في جولة بلينكين أمن البحر الأحمر ومسارات ما بعد حرب غزة الاحتلال يتنصل من إدارة القطاع ويكشف عن 136 جنديا أثيرا وضربات المقاومة تلاحق فلول المنسحبين إلى الصفحات الداخلية في اللواء منطلع على أيضا أسراره ومنشوف في هامس وصلت معلومات إلى بيروت قبل وصول المفرد الأمريكي بأن لا تعديل أو تبديل بموقف واشنطن لجهة عدم توسيع الحرب أما في غمز فتمكن فريق رسمي مكلف بمتابعة مسائل مالية تخص الموظفين من إدخال الملفات ببعضها مما يؤخر البد بالموضوع المتعلق بالزيادات على معاشات المتقاعدين عسكريين أو مدنيين إلى لغز السر الأخير في اللواء تحرك الذباب الإلكتروني ليل أمس لبث معلومات عن اغتيالات لشخصيات لبنانية وفلسطينية حليفة وتبين أنها من ضمن عملية التشويش والتلاعب بالإشاعة إلى صحيفة نداء الوطن ونداء الوطن كتبت بيئة الصفحة الأولى واشنطن وباريس تدقان نقوس الخطر تجاوز الاغتيال لتتجنب الحرب وسيم منصوري نصفه رياض سليمي التحضيرات لتعيينات المجلس العسكري انطلقت واشنطن توجه ضربة موجعة للحشد بتصفية أبو تقوى الكويت تدعو أيضا رعاياها إلى مغادرة لبنان إلى الصفحات الداخلية ومنطلع على ما جاء في خفايا أثارت مصادر نيابية متابعة لملف النفع شكوا حول دور الخبير الذي كلفه ديوان المحاسبة لتقييم العمل وقد رفض التوقيع على التقرير إذ يبدو أنه يعمل لمصلحة شركة لأنه سلم جزءا من العمل بعد حجز النفق له ورفض أن يستلم بدل أتعبه والتوقيع على التقرير لكي يصبح رسمياً كما طلب بعض نواب لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة بحضور العميد المتقاعد علي طه الذي تم تكليفه إدارة النفع وسبق وحضر اجتماعاً سابقاً للجنة الأشغال وشرح أمامها الكثير من الوقاعة وقد تم أعفاؤه من منصبه من دون معرفة الأسباب السر الثاني في خفايا كشفت أزمة نزوحاً غياب التنصيق الفعلي والجدي بين الوزارات ويقر أحد الوزراء بالاختراق الكبير للمؤسسة الرسمية من قبل المنظمات الأهلية التي تدعم بقاء النازحين ما يجعل المؤسسات الرسمية غير فاعلة وتتخوف من رد فاعل تلك المنظمات إلى الديار ومنشوف حبس أنفاس في المنطقة بعد تفعيل أمريكا وإسرائيل استراتيجية الاغتيالات حراك أمريكي لاحتواء التصعيد وقلق من محاولة نتنياهو الهروب إلى الأمام حزب الله لن يقبل تعديل قواعد الاشتباك ويرفض تقديم ضمنات حول حجم الرد وأيضاً منشوف موضوع غزة وزيارة بلينكين إلى القطاع إلى إسرائيل عفواً ما زالت تتصدر العنوين الرئيسية إلى الشرق الأوسط منشوف الشرق الأوسط بلينكين وهوكستين في المنطقة لحماية العدوان الإسرائيلي والعراق الاعتداء تصعيد خطير إذا نعم نشوف العنوين تبع الشرق من صحيفة الشرق إلى صحيفة الأخبار بريطانيا تتجسس على المقاومة هوكستين يعلم لا كلام قبل وقف الحرب ومنشوف بصورة اليوم التالي يقسم إسرائيل من صحيفة الأخبار من تابع جولتنا ومنشوف أبرز العنوين التي تتضرت الصفحة الأولى في لوريون الأشور الضربات تلاحق إيران وحلفائها ومقتل أربعة عناصر من حزب الله بينهم مسؤول تنفيذي في ناقورة أيضاً من عنوين أقصاء صالح العروري يمثل أول انتصار لنتانياهو مع هذه العنوين منوصل لبريك ومن بعد منتبع حلقتنا منوصل بحلقتنا لاتصالنا بضيفنا الصحافة هيسم نبهان من خان يونس صباح الخير أستاذ هيسم صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المشاهدين ومشرفني وشكراً كثيراً على هذا الصدار أهلاً بك حركة حماس في لبنان تقول أن الردع الأغديال العروري سيكون من فلسطين فما أجواء الشارع الفلسطيني في هذا الإطار؟ يعني أجواء الشارع الفلسطيني كما هو منذ الثالث عشر أو منذ السابع من أكتوبر الماضي هناك قصف متواصل من القوات الإسرائيلية أو الجيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطع غزة ولكن يتركز هذا القصف في مناطق وسط قطع غزة وجنوب قطع غزة تقريباً قوات الاحتلال انسحبت بشكل شبه كامل من شماء من مدينة غزة وشماء القطع وعند استثناء بعض القوات المتواجدة حول مدينة غزة في مكان تموضع قوات الاحتلال والآن يتركز القصف الكثيف والمركز على مناطق المغازي والمصيرات والزوائدة في وسط قطع غزة وأيضاً تركيز جيش الاحتلال الآن من قصف جوي وبري وبحري على مدينة خانيونس وتحديداً الأجزاء الشرقية من مدينة خانيونس التي نزح من خلالها عشرات الآلاف من الناس الآن الوضع في قطع غزة كالتالي هناك ما يقارب 400 ألف فلسطيني متواجدون في مدينة غزة وشماء القطع أما في وسط القطع وجنوب القطع العشرات الآلاف نزح من وسط قطع غزة وتحديداً من المغازي الزوائدة المصيرات باتجاه البعض اتجاه إلى دير البلح والبعض اتجاه إلى مدينة رفح الآن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية هناك ما يقارب مليون وتسعمائة ألف فلسطيني متواجدون في مدينة رفح المعظم معظم هؤلاء النازحين يتواجدون في خيام طبعاً تنعدم جميع مخاومات الحياة في هذه الخيام أنا على صحيح الشخصي الآن أنا متواجد الآن في مدينة خانيونس طبعاً نزحت من مدينة غزة للمدينة ولد فيها في 13 من أكتوبر الماضي والآن أنا متواجد في مدينة خانيونس بعد أقل من أربع ساعات سأتوجه إلى المكان النزوح الآخر طبعاً أنا من بين ثلاثمائة نازح متواجدون في المبنى الذي طبعاً أخطن به الذي أخطو به منذ 13 أكتوبر أستاذ أتوجه إلى المكان النزوح الآخر وهو مكان خيام نعم قبل الحديث عن النزوح لأبدأ أسألك عن النزوح إن ينزح الأهلي المبادرة القطرية والمصرية أو المساعي من أجل وقف النار لم تصمر حتى ساعة بوقف النار هل المساعي لا تزال مستمرة؟ ما هي أجواؤكم في هذا الإطار؟ يعني حسب ما طبعاً المعلومات حول المبادرة المصرية والمبادرة القطرية شحيح بشكل كبير جداً المعلومات من الصعب أن تصل إلى أشخاص يمكن أن يعطيك معلومات حول هذا الموضوع الأغلب نستمد المعلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه دائماً ما تأخذ المعلومات من جهات أمريكية خاصة في موضوع التهتئة أو موضوع وقف إطلاق النار خاصة أن الواتب المتحدة تدقل كبير في هذا الموضوع خاصة في موضوع الإفراج عن الرائل أو الأسرى الإسرائيلين الذين يتواجدون هنا في قطاع غزة بشكل عام هناك تشاؤم كبير جداً أو حالة من التشاؤم تسود قطاع غزة وتحديداً هنا في جنوب القطاع من إمكانية حدوث أي تقدم أو أي تقدم فيها والجميع يتهيأ بمزيد من أيام الحرب والأسف الشديد هناك حالة من الحزن والغضب الكبير في صوف شعب الفلسطيني نظراً لإستمرار هذه الحرب التي تأخذ الأرض والياء والتي تأخذ كل شيء في قطاع غزة كنت تتحدث عن نزوح السكان من منطقة إلى أخرى اليوم أين هي الأماكن الآمنة في غزة؟ لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة يقول لك أن هناك مكان آمن في قطاع غزة هو يكذب لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة ولكن هناك مناطق الآن مدينة رفح لا يوجد تركيز من جيش احتلال على مدينة رفح فقط في رفح يحدث أهداف معينة من الجو ثلاث أو أربع أو خمس دربات يومياً تحدث في مدينة رفح لمنازل معينة طبعاً هذه الغراب تؤدي إلى استشهاد الكثير من الناس ولكن هناك الآن في مدينة خانيوس في قطاع غزة هناك اشتياح بري متواصل الآن على صحيح الشخصي أنا سأنزح من بين ثلاثمائة نازح متواجدون هنا في هذا المبدأ بعد أربع أو خمس ساعتني الآن سأنزح إلى مكان آخر وهو منطقة تسمى مواصف خانيوس أو مواصف رفح وهي المنطقة التي تقع في الجانب الغربي من مدينة خانيوس ومدينة رفح هناك عشرات الألاف متواجدون في هذه المنطقة نعم طبعاً نحن هنا في هذا المبدأ نعم فقط قريلاً جهزنا عشرات الخيام سنذهب إلى خيام للإقامة هناك لوقت غير معلوم طبعاً في ظل استمرار هذه الحالة أسحافي هيسم نبهان كنت معنا منخان يونس شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة شكراً لك ومن حديثنا مع أسحافي هيسم نبهان نكمل جولتنا على الصحف العربي اللي تغى على عنوين مواقف عربية رافضة لا تهجير الفلسطينيين من غزة بالإضافة لمواضيع أخرى ومنتبعون بجولتنا بداية جولتنا بتكون مع صحيفة الشرق الأوسط ومنشوف ضربة بغداد تعزز مطالب إنهاء الوجود الأمريكي داعش يتبنى هجوم كرمان وقارب حوثي ينفجر قرب أسطول البحرية الأمريكية أيضاً من عنوين الشرق الأوسط قلق أممي وعربي من تصريحات التهجير إلى الصفحات الداخلية في الشرق الأوسط منشوف المواضيع اللبنانية مسيحيو الجنوب عالقون في حرب لا يريدونها وليسوا قادرين على تفاديها ومنشوف نصر الله يبعث برسالة للمجتمع الدولي برفضه توسعة الحرب إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية منشوف محمد بن زايد الإمارات تواصل بناء شركات فاعلة مع العالم وبقيادة ودعم منصور بن زايد 92 ألف عدد المواطنين بالقطاع الخاص بنهاية 2023 إلى صحيفة الأهرام المصرية منشوف رفض مصري أمريكي قاطع لتهجير الفلسطينيين الرئيس يطالب بالتسوية العادلة والشاملة للقضية تحت مظلة دولية إلى الوطن القطري ومنشوف زيادة إنتاج حقل الشاهين وقطر تدين التصريحات الإسرائيلية وأيضا طرف التهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأنباء الكويتية محمد الصباح ثقة أمريكية أميرية وشعبية والعليان التعليمية تزور قطر للاطلاع على تجربتها إسرائيل تنفذ ترانسفير داخلية في المنظفة وبلينكين في المنطقة لمنع انتساع نطاق الحرب من جولتنا على الصحف العربية منكمل جولتنا على الصحف العالمية التي ركزت على الهجمات التي تعرضت إلى إيران بالإضافة لأزمة البحر الأحمر ومنشوفهم أيضا بهذه الجولة منبدأ جولتنا مع صحيفة لوموند الفرنسية منشوف الهجوم في إيران يزيد التوتر في المنطقة وأيضا منشوف توترات في البحر الأحمر تتسبب بارتفاع أسعار الشحن إلى صحيفة لوفي جارو ومن أبرز عنوين الهجرة السرية العجز العام إلى صحيفة The Guardian البريطانية ومنشوف ستارمير يحذر المحافظين من أن حزب العمال سيحارب النار بالنار إلى The Washington Post ومنشوف مقتل زعيم حماس يشير إلى تحول في الاستراتيجية إلى صحيفتنا الأخيرة بالجولة العالمية The New York Times ومنشوف أبرز العنوين مقتل العشرات في انفجارات انهزت النصب التذكري في إيران أيضا فقدان التكتكي أو العقل المدبر وهنا نشير إلى صالح العروري الذي يضعف حماس في وقت حرش إلى فقرة كاريكاتور ومنشوف كاريكاتور أرمى خمسة في صحيفة أن أعر من فقرة كاريكاتور إلى فقرة أجندة على ساعة 2 ونص بلتقى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بالحفل التأبيني لذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب السابق محمد حسن ياغي وساعة يلقي كلمة أو من المتوقع أنه يعلن فيها عن موقف الحزب عن اغتيال صالح العروري أما على ساعة 5 فبيلتقى البطريارك الراعي رئيس لجنة الميلول موازن النائب إبراهيم كنعان ومع هذه الأخبار ممكنوصلنا لنهية حلقتنا موعدنا بيتجدد بكرة مع عنوين ومواضيع جديدة وضيف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة